اشتركوا في القناة وشكل مختلف ومحتوى افضل من اجل تقديم محتوى ومضمون وصورة تعبر بشكل كبير جدا عن اعلام مهني لكل جماهير الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام وللكرة في النادي الاهلي والجماهير الاهلوية بشكل خاص بدءا من اليوم هتشوفوا شكل مختلف مضمون افضل بنسعى دايما اللي احنا نقدم لحضراتكم افضل صورة وافضل مضمون وافضل محتوى وكالعادة بنشتغل دايما على المعلومات والكواليس ولكن بما ان البرنامج مهتم جدا بما يطرح على منصات السوشيال ميديا بنحاول قدر الامكان يكون معانا كل الجديد مش في المحتوى بس لا حتى في الصورة وفي الشكل وفي الجرافك كل التفاصيل وكل الصورة الجديدة بالتأكيد هتتبقوها تبقى من النهاردة من خلال شاشة قناة الاهلي وعبر برنامج الترين اربع سنوات مستمرين معاكم الحمد لله بشكل يومي وعلى مدار الاسبوع وعلى مدار الشهر ولكن كالعادة كل يوم بنحاول ان يكون معانا صورة جديدة وشكل جديد ومحتوى افضل خدمة بالتأكيد لكل جماهير النادي الاهلي حالة النهاردة مع الشكل الجديد والمحتوى الجديد اكيد هيكون عندنا كواليس جديدة ومحتوى في اخبار وكواليس مهمة جدا لان الساحة الرياضية والسوشيال ميديا فيها زخم كبير جدا من انبارح بعد مباراة الاهل وبلدية المحلة وبالطبع احنا مقبلين خلاص على نهائي تاريخي نهائي دورة ابطال افريقيا امام الترجي التونسي يوم 18 و25 من شهر مايو الجيري حالة فيها كواليس كتيرة تفاصيل مهمة نتمنى يا رب بإذن الله ان احنا نقدم حاجة اكيد تنال رضا جماهير النادي الاهلي بشكل خاص وجماهير الكرة المصرية بشكل عام وبإذن الله بدء من النهاردة هتشوفوا الصورة جديدة شوية ومحتوى اكيد هيكون فيه تفاصيل افضل كمان مما قدمناه في الفترة الصادقة ولكن نبدأ بسرعة حلقتنا والنهاردة هنبدأ بسؤال مطروح بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي وبعد اداء التحكيم اللي احنا شفناه في الفترة الاخيرة اعايز اعرف رأي حضراتكم في اداء التحكيم في بطولة الدوري هذا المصيب الكل يدخل يشارك معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وبالتأكيد في الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من اعراء حضراتكم لان الملف ده خطير جدا ومهم جدا والنهاردة عندنا فيه عدة مفاجآت مدوية بخصوص الاجتماعي التحكيمي في مباراة الامس او بشكل عام عن التحكيم في هذا المصيب لكن نروح لأهم العنوين البداية في تريند الاهلي الفريق يخوط تدريباته استعدادا لمواجهة الترجم وفي التريند المحلي اتحاد الكرة يدرس تأجيل بعض مباريات كأس مصر وفي التريند العالمي احتفال أسطوري للريال في شوارع مدريد نروح لاستعرض مباريات اليوم والنهاردة بالتأكيد فيه مباريات مهمة جدا سواء في البطولة الافريقية كأس الكونفيدرالية او حتى فيه الدوريات الاوروبية البداية بنهائي كأس الكونفيدرالية لقاء الزهاب على الملعب البلدي في بركان فينال كأس الكونفيدرالية نهضة بركان في العشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هيستضيف نادي الزمالك نروح للدور الانجليزي ومباراة مهمة جدا وديربي قوي جدا ستة ونص بتوقيت القاهرة منشستر يونيتد هيستضيف أرسنل نروح للدور الاسباني ومنذ قليل انتهت مباراة تقادش مع ختافي بتقدم وفوز قادش في الثواني الأخيرة بهدف مقابل لشيء الساعة خمسة ورب أتلتكم مدريد هيستضيف سلتافيجو سبعة ونص فالنسيا هيستضيف رايوف فاليكانو سال عشرة من مساء اليوم ريال بيتيس هيستضيف الماريا نروح للدور الإيطالي والنهاردة كانت فيه مباراة تلاقي في الظاهيرة لاتسيو كسب أمبلي 2-0 وفيه مباراتين في هذه اللحظات جينوى مع ساسولو وهيلس فيرونا مع تورينو ساعة سبعة يوفينتوس مع سالرينتانا وفي العشرة اللاروب أتلانتا مع روما مشاهدة ممتعة ومشاهدة مميزة بإذن الله لكل جماهير القرى المصرية بشكل عام والأهلوية بشكل خاص مزيدة من التفاصيل والكواليس ولكن بعد الفصل مباراة البلدية والأهل المبارح كانت مباراة مثيرة جدا وقوية جدا على كافة الأصايدان حضور الجماهيري كان بالتأكيد حضور جماهيري مميز جدا من جماهير النادي الأهلي وطالما هناك قرار رسمي بأن الساعة الكاملة للملاعب طالما خارج استاد القاهرة أو خارج استاد برج العرب هتلاقي حضور جماهيري على أعلى مستوى وده بالتأكيد في صلاح النادي الأهلي دي حاجة بتساعدنا بالتأكيد وبتلقى في صلاح الأهلي الحضور الجميلة لأن جمهور الأهلي هيفرد كتير جدا في أي مباراة الفترة اللي جاية هو جمهور رقم واحد وهو أقوى جمهور في مصر وهو أقوى جمهور موجود في الوطن العربي وكل الفرق وكل الأندية سواء المصرية أو العربية أو الإفريقية بتعمل حساب كبير جدا لجماهير النادي الأهلي جزء من فوز الأهل بالأمس والأهداف اللي انتوا شايفينها والضغط اللي كان على لعب البلدية اللي رغم انهم بلعبوا على ملعبهم ووسط جماهيرهم هو الجماهير العظيمة اللي احنا شايفينها على الشاشة دلوقتي المؤازرة والمسندة والتشجيع ومشهد مشهد جميل جدا الكل الفترة الجاية لازم يعمل حساب بقى طالما جمهور الأهل يرجع للمدرجات الوضع هيختلف بالذات كمان لما تلعب بره في المحافظات الوضع هيكون مختلف تماما بالنسبة ليه جمهور النادي الأهل ده بداية انبارح المباراة كانت مهمة جدا ومكسب مهم عشان حكتين أولا ترتيبك في جدول الدوري يبقى كويس جدا دلوقتي الأهل في المركز الخامس ب33 نقطة رغم ان يلعب 15 مباراة بس بينه وبين بيرامدز المتصدر فارق أربع مباريات إذا ان شاء الله الأهل ربنا يعني قرموا وكسب الأربع مباريات ساعتها يتخطى بيرامدز بفارق نقطة واحدة فيبلقها لـ 45 وبيرامدز 44 طيب الحاجة التانية مكسب مهم ومكسب معناول انها المباراة الرابعة على التوالي في ظرف عشر أيام بتلعب مباراة مضغوطة قبل ما تروحها للنهاء الإفريقي فبالتالي توقيت المكسب مهم جدا خلاص بقى المباراة المحلية ضغط المباراة المحلية مش هيصدر لك أي أزمة وانت داخل على المباراة الإفريقية الأهم في الموسم كله الفاينال أمام الترجي نهاية دور الأبطال والنهاية التاريخ للعام الخامس على التوالي فمن هنا بتأتي فكرة أن المكسب مهم ترتيب الصدارة مهم جدا للنادي الأهل بس أنا لفت انتباهي ولفت انتباه كل الأهلوية أنا مش هاز أتكلم في التفاصيل الفنية مباراة للسوتيو التحليلي وكل الناس اتكلمت في الفنيات والحمد لله الأهل قدر يكسب التغييرات كانت مهمة نزوله عمر كمال أكيد عمل فريق كبير جدا في الناحية اليومنا ناحية اليومنا محتاجة شغل كتير بوجود هاني وبرستاو مش شايفين شغل فني كبير أو تأثير هجومي على الفرع المنافسة بالعكس لو نزل مثلا عمر أو راح بيرستاو في الناحية الشمال نزول مودستن بارح في بعض الأحيان بيبقى مؤثر جدا داخل منطقة الجزاء سواء هجوميا أو حتى دفاعيا لكن إجمالا الأهل كسب النقطة اللي عايزة أروح لها بقى ودي النقطة التانية لما نبص على جدول الدوري الأهل بعد مباراة البلدان بارح لعب خمستاشر مباراة معه تلاتة وثلاثين نقطة في المركز الخامس تنزل للترتيب التلاتاشر الزمالك دامنا على الشاشة هو جدول الدوري العام طيب الزمالك لعب خمستاشر مباراة أربعة وعشر نقطة كده كده دلوقتي الفارق ما بين الأهل والزمالك تسع نقاط يعني الأهل قد الزمالك في عدد المباراة بس الأهل المتفوق بتسع نقاط ولما يلعب مباراة المؤجلة هيعدي برامدز بفرق نقطة فالأهل بإذن الله الصدارة يعني إن شاء الله هيبقى يعني أمور بإذن الله محسومة في الفترة اللي جاي مع مزيد من التركيز زي ما حصل في الأربعة مباراة ولكن هل هناك شخص في الإعلام محايدا كان أو حتى مش محايد يعني لفت انتباهه هذا الأمر على صفحة الربطة شوفر بأتكلمكم إزاي بقى بأطرح السؤال بشكل مهني أهو محايد يعني إيه يعني راجل لا ليه انتماءات ولا بيشتغل لصلاح حد على حساب حد راجل موضوعي الجدول ده بيديك رسالة مهمة جدا الأهلي لعب خمستاشر مباراة وإزا مالك لعب خمستاشر مباراة طيب بص بقى على عدد المباريات الإفريقية والقرية والدولية وعدد رحلات الأهلي الخارجية من أول شهر تسعة عشرين تلاتة وعشرين لغاية شهر خمسة عشرين اربعة وعشرين يعني بنتكلم في على مدار كام طمع شهور في الطمع شهور الأهلي والزمالك لعبوا زي بعض في الدوري ولكن على المستوى الإفريق وعلى المستوى الدولي الأهلي لعب أكتر من الزمالك بعشر مباريات بص يا جماعة عشر مباريات في بطولات مختلفة ليه بقى بطولات مختلفة؟ ممكن الناس تقولي عشر مباريات محلية يعني لا يا ريت محلية ما هو محلية يعني سافر سكندريا، سماعليا، بورسعيد الأمور متاحة وسهلة لكن عشر مباريات في كام بطولة بقى عد معي السوبر ليج اللي هو الدولي الإفريقي ده واحد اتنين كأس السوبر الإفريقي أدي بطولة تانية تلاتة كأس العالم للأندية فيفا اللي تلعبت في الصعودية أربعة كأس السوبر للأندية الأبطال اللي تلعبت في الإمارات يعني عشر مباريات فارق لعبوا من الأهل زيادة على نادي الزمالك العشر مباريات دول في أربع بطولات قرية ودولية بيتخلالهم كم رحلة صفر في السوبر ليج سفرت تنزانيا وسفرت جنوب إفريقيا رايح جاي في ظرف 48 ساعة في جنوب أفريقيا أدي رحلتين تنزانيا وجنوب إفريقيا روح على السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة سفرت السعودية أدي رحلة تلتة تعالى كمان على كأس العالم للأندية سفرت السعودية ولعبت ثلاث مباريات أدي رحلة رابعة تعالى كمان على كأس السوبر للأندية الأبطال سفرت الإمارات لعبت مباراتين في الظرف قد ايه اربع ايام بعد ما خلصت كاس العالم في السعودية تلعت من السعودية على الامارات خمس رحلات في اربع بطولات قرية بعشر مباراة دولية طب في التوقيت ده لزا ملك لعب زي القالي خمساشر مباراة هو كان بيتأجله بنا على ايه حد ديش عارف هل هل في حد عنده سبب والله العظيم ما حد عنده سبب ولا حد يقدر يطلع يقول الكلام ده طب خد بالك من حاجة بيرامدز لعب اكتر من الاهل باربع مباريات يعني الزمالك لو كان لعبت تسعتاشر او عشر لقاك وقت اقول منطقي ليه منطقي اصل بيرامدز لعب دور الابطال زي وزي الاهل بس الاهل والزمالك لعبه زيادة عنه اربع مباراة افريقية فبالتالي بيرامدز في الاربع مباراة الافريقية عشان كده بقى تسعتاشر مباراة زياد عن الاهل والزمالك لكن الزمالك ليه خمستاشر ليه ما يبقى ستساعتاشر ليه مش عشرين ليه تأجلت المباراة دي كلها لكن التأجيل كله كانت الناس تقولك الأهل بيتأجله الأهل بيتأجله قدينا ده هو دلوقتي خمستاشر مباراة في الدورة زينية زي الزمالك هل حد سأل نفسه ليه الزمالك يتأجله كل المباراة دي لا لعب كاس سوبر لأندي الأبطال في الإمارات ولا لعب سوبر ليج ولا لعب كاس عالم أندية ولا لعب سوبر إفريقي وحتى في كاس الكنفيدرالية في دور المجموعات كل المباراة تتلعبت في القاهرة ما عادة رحلة واحدة كل المباراة تتلعبت في القاهرة ما عادة رحلة واحدة أدور تمهدية ودور المجموعات ما عادة مباراة واحدة يعني المباراة كلها كانت في القاهرة يعني رحلتك الخارجية السنية دي بالمقرنة بالأهل رحلتين ثلاثة ده حتى في دور الثمانية لعب فيوتشر في القاهرة كمان يعني حتى في دور الثمانية لعب فيوتشر لكن بالمقام بالرحلات الإفريقية والدولية الأهل سافر له 3 سفريات في دور أبطال إفريقيا في دور المجموعات وسافر في الدور الثمانية أيضا رحلة إلى تنزانيا وسافر في الدور نصف النهائي رحلة إلى كنهو يعني في أفريقيا الأهل سافر له 5 رحلات إفريقية بالإضافة للرحلات الأخرى الأهل سندم سافر له مش قل من 10 رحلات خارجية ما بين قرية ودولية على عدد مباراة بيقترب من 38 مباراة ما بين محلية ودولية وقرية هل حد عنده تعليق على الكلام ده؟ مش هتلاقي الناس عاملة نفسها مش شايفة الناس مبارح بتستعر الجدول اللي دا هو يقول لك كي وكده الدورة زبط ليه الدورة زبط؟ الله كسل الأهل بقى الخامس دلوقتي فابتدى يقرف شون عدد النقاط ما لفتتش نظرك فكرة عدد المباريات؟ معنى كده إن الزمالك السنة دي أكتر فريق في مصر اتأجل له مباريات بسبب وبدون سبب تبقى للليحة وبدون الليحة الأهل بيتأجله ليه؟ بيتأجل لمين يا عام الحج؟ يا عام الحج ركز معي وبص في الورقة أنا مش عايز أقول كل واحد بص في ورقته لأ بص في الورقة وشوف الورقة فيها إيه ومكتوف فيها إيه؟ عرض المباريات دا كله الفريق دا لصالح مين؟ وليه؟ وليه؟ والفريق المباريات دا كله عشان خاطر مين؟ وبيتوازن مين لصالح مين؟ ده ده بقى السبب أتكلم على مستوى الدوري طب تعال بقى على مستوى التحكيم وعلى مستوى التحكيم البرنامج ده تحديدا لما ينور اللمبة الحمرة من فترة على مشاكل التحكيم لازم تتأكد ان في مشكلة احنا شايفينها ناس كتير اكت بتقعد تقول لي يا محمد ما احنا دايما عايزين فيه خبير اجنبي لازم ندافع عن التجربة ندافع عن التجربة بس لما تبقى التجربة مش ماشة في الاطار السليم لازم نعمل وقفة ولازم نعمل يعني رد فعل على اللي بيحصل واحنا هنا دايما الحمد لله مش بنشتغل بناء على الاهواء الشخصية احنا دايما بندور على المعلومة فلما تجدنا معلومة ان فيه حاجة غلط احنا اول الناس اللي هنقول فيه حاجة غلط ودلوقت الكل بيرد كل الكلام اللي احنا قلناه من فترة مش معنى ان فيه خبير اجنبي والتحاد الكرة جايب خبير اجنبي فيبقى حاق تصدل اي خطأ يحصل محدش يجيب سيرة الاتحاد فيجيب سيرة الخبير الاجنبي احنا مش هنشتغل كده خبير اجنبي موجود شغال غلط هنقول شغال غلط اتحاد الكرة مش بيوفر الخبير الاجنبي المساحة الجيدة للشغل هنقول اتحاد الكرة شايف الخبير الاجنبي مش شغال صح وسكت هنقول لكن هنا طالما احنا نورنا اللمبة الحمراء وقولنا لكم يا جماعة في حاجة غلط ياريت الكل ما يخدناش في سكة اللي احنا لنا اغراض تانية لا احنا بندافع عن النادي الالي في الحق ما بندفعش في الباطل فمحدش يدافع عن التجربة لمجرد الدفاع عن التجربة ما لو الخبير الاجنابي المشي هنطالب بوجود خبير اجنابي بس يجي خبير اجنابي بجد ما المشكلة مش في التجربة المشكلة في الاختيار انت بتختار مين بتجيب مين هل انت عايز تجيب واحد اجنابي وخلاص عشان بس ترضي الناس ولا بتجيب واحد يطور انا لغاية دلوقتي مش شاف واحد جاي يطور ودايما هفضل اقول الكلام ده انا شايف فيه اخطاء كارثية بتحصل داخل لجنة التحكيم اخطاء كارثية والكل بلا استثناء امبارح بتتكلم عليها فكرة انك تختار حكم صغير في السن زي الكابتن محمود ناصف اللي قدر مباراة البلدية والاهل امبارح انا مش هاجي على الحكم انا هاجي على الاختار هذا الحكم على فكرة محمود ناصف عشان بس اللجنة ما تقولش احنا بندفع بوجوه جديدة حكم ده موجود في الدوري من 2019 حكم ده موجود في الدوري من 2019 واشتغل فار تقنية فيديو فار في 2020 و2021 و22 وكان حكم رابع في العديد مباراة الدوري العام فانت مش جاب وجه جديد علينا يمكن احنا عشان مركزين شوية وعندنا تفاصيل فعندنا الهيستوري كويس جدا للكابتن محمود ناصف حكم نتمناله يكون موفق في الفترة اللي جاية بس مبارح اللجنة حطته في مباراة غير مؤهل ليه ده لصالح مين حضرتك لما تعين حكم غير مؤهل لمباراة زي دي وبتختره الساعة 8 بالليل قبل معادل المباراة بعدة ساعات هل انت كده اهلته نفسيا لإدارة اللقاء لما تيجي تعلن اسم الطاقم في الفجر انت كده بتساعد الحكم ولا بتحط دغوط عليه ما انت بتدي مساحة للقيلة والقال كل ده أنا مدخلتش في الفنيات أنا بتكلم بس في الأساسيات اللي اللجنة المفروض بتشتغل عليه حكم صغير بلا خبرات اه اشتغل في الدوري منذ سنوات ولكن ما خدش مباراة كبيرة كان كل سنة بياخد له مباراة ولا اتنين في الدوري وبعدين كمان تيجي السنة دي الرجل قدر أربع مباراة في الدوري اتنين منهم للبلدية تحطه في المباراة الخمسة ليه وتبقى التالتة ليه مع البلدية يا جماعة انتم ما فيش دماغ برضو يعني انتم بتخلصوا على الحكام الصغيرين حتى ما هو انت كرئيس لجنة عايز تقول في نهاية المسلم بورقة وقلم كده وده أنا عارف انه بيتحضر من دلوقتي انا صعدت للدوري خمستاشر حكم انا طلعت خمستاشر وجه جديد ايوا النتيجة ايه في النهاية ولا واحد دونهم دلوقتي يصلح ان يدير مباراة كبيرة لان انت اصلا ما اهلتوش ما عملتوش محاضرات ما اهلتوش نفسية ما علنتش اسم الحكم قبل المباراة بيوم واثنين عشان تعيش الناس الاجواء ان فيه حكم صاعد الناس كلها ممكن تدعمه لكن انت اخترت تقويتات خلت الناس عن ده غريبة حكم اسمه بينزل الفجر حكم صغير في السن وهو قدامنا على الشاشة هو نازل طاقم التحكيم معاه حتى نادر امر الدولة حكم رابع حكم المساعد التاني ده حكم متميز جدا رغم انه كانت كل قراراتهم بارح حتى كانت معظمة كانت ضد الاهلي بس احنا شايفينها قرارات فنية كانت جيدة جدا فاشدنا به فطاقم التحكيم قدامكم هم على الشاشة وحبنتكلم عليه عشان برضو ايه نقول اسمهم بالكامل محمود ناصف المساعد الاول هنا عبد الفتاح ده حكم دولي احمد عبد المنعم شعبان المساعد التاني ده اللي موجوده هو على يمين احمد على المين نادر امر الدولة وكان على الفار طريق مجدي ومصطفى عثمان طيب ده الجانب المتعلق بيه المعايير تعال بقى للجانب الفني هو بس في حاجة نلاحظها هو الحكام عندهم تعليمات من اللجنة ان اي لعبة لصالح الاهلي يعني انا بس بسأل سؤال والله اي لعبة لصالح الاهلي ما تحسبهاش لغاية لما تشوف الفار هيقولك ايه عصان على النقيد تماما شايف حاجة تانية مختلفة مختلفة تماما اي لعبة لفرق منافسة يعني وانتو عارفين الفرق المنافسة مين اي لعبة ليهم صفر الى ان يثبت العكس عارفين المعايير ده اي لعبة للاهلي لا اسبها لو الفار قالك تعال يا بخلاص ما تحسبهاش لكن لو الفرق المنافسة اي لعبة لصالحهم صفر تلاقي الصفرة جاهزة ضرب الجزاء هدف اي حاجة صفر على طول لو الفار قالك عكس كده ده لو الفار بقى اشتغل ساعتها معاك او ركز معاك خلاص لغيها وانتو حظة بقى لعرفار ايه راجل مركز مش مركز انت وظروفك وانت ونصيبك لعبة زي انبارح انبارح شايفين ان فيه شدة ادى انزار لللاعب البلدية المحلة رقم تمانية نفس اللاعب بعدها بديئة عمل تاكلنج على اقرم توفيق يعني ادي اول لعبة ده انزار خلاص ادي اللعبة التانية بص القوة قدام الحكام يا جماعة ده ما حسبهاش يا نهر ابيض ده ما حسبهاش يعني شايفيني اللعبة قدامكم دي بص الدخلة انا ياريت بقى ايه تتعاد معايا كده فريم باي فريم يعني ايه بالتصوير البطيء لان النهار ده لكان عندي نقاش طويل جدا مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف كرة دي كارت احمر ما فيهاش نقاش كارت احمر كابتن ياسر مبارح هو طبعا ما تحسبتش فاول يعني الحكم اصلا ما حسبهاش ودي قصة يعني بصراحة غريبة جدا وعندي كواليستيكو بقولكم حتى ان يعني الفار حتى كان بيحاول يتعاون مع الحكم في اللعبة دي بس الحكم ما كانش مركز حد صغير في السن ضغط الجماهير جمهور قريب من ملعب البلدية فالموضوع صعب على الحكم فالراجل ما حسبهاش اصلا والفار ما تدخلش بس التحليل التحكيمي كمان لازم يكون اجابة يا جماعة النهاردة كان فيه نقاش حتى بينه من الكابتن ياسر عبد الرؤوف بقوله يا كابتن الكرة دي كارت احمر قال لنا معاك ان القانون بيقول كارت احمر بس فيه معايير ايه يا المعايير هاتوا بقى اللعبة جدا فريم باي فريم عشان نعرف بس ان المعايير دي انا مش قادر استوعب ازاي يقول لك ايه ما هو المسافة قريبة اصل اللاعب جاي بمسافة بسيطة اصل مش عارف ان نازلت اللاعب بسن برجله على رجبة اقرم توفيق كانت يعني بطريقة تقدر تقول ايه سبتة على الارض مش طايرة في الهواء ايوة يعني لازم يتكسر مثلا يعني يتكسر عشان ياخد كارت احمر كورة كارتة احمر واضح فالاختلاف بيننا وبين حتى محلل التحكيم وحتى هم امبارح اختلفوا كابتن امبارح ناصر عباس شايفة ان هي على طول فيها طرد ما فيهاش نقاش طرد على طول كذا خابير التحكيمي قال كارتة احمر وطرد لكن امبارح كابتن ياسر مثلا قال لك ايه لا دي في انذار تاني انذار تاني ايه ادي اللاعبة تمام بتاعت كهرباء ده ضرب ما فيهاش حتى انذار ازاي طب فين الفار الفار درو ايه طب اقول لكم على مفاجأة رغم اننا مختلف ممكن مع عدد من الخبراء التحكيمة على فكرة المعيير يعني كابتن ياسر بقوله القانون بيقول ايه قال لك احمر بس المعيير هنا بتختلف المعيير ايه يا كابتن ياسر زي ايه مثلا يقول لك ايه لو هو على الارض عكس لو كان طايف في الهواء زي لعبة مابولو مثلا في مطش الال والاتحاد يقول لك لو هو على الارض المسافة قوة الدفع رجليه لمه ولا ملمهاش انا كل ده انا شايفه في اللعبة ولا حاجة منهم موجود اولا لو نجيب لعبة اكرم تاني وانا اتمنى اللجنة بقى الليها دور وتعلن وتطلع وتشرح بص الكرة لا جاي من مسافة نازل على رجبة اكرم وبص بقى رجليه اللي دخلت فيه رجبة اكرم بص الرجل لم رجليه لا دا مكمل بس يقول لك ايه ما هي رجليه تلمت ما هي تلمت عشان رجله خبطت في رجله اكرم فطبيعه انت عايز يكمل ويقصره كارت احمر مفاش يزار الحاكم فين مش موجود الفار قال له ايه وقتها كنترول يا كابتن محمود يعني ايه فيها حاجة فيها انزار لان الفار كمان معياره غريب جدا والحاكم قدامه يعني انت بتكلم في مسافة ده افتقر ان لعب البلدية لعب الكورة كمل كده من اللعب الكورة ده اكرم لعب الكورة وراحت لرجل البلدية لعب البلدية ورجعت لنص الملعب يعني اللعب الكورة اكرم الحاكم مش شايف التفاصيل ليه؟ لان الاختيار غلط التوقيت غلط المباراة غلط المكان غلط كل حاجة غلط حتى المعايير اللي ممكن نختلف فيها مع خبراء التحكيم اللي بنقول لهم كل احتراموا تقدير كمان لأ انا برضو مختلف معاه لعبة زي دي لو في اوروبا في الدورة الانجليزي كارتة احمر يا كابتن ياسر ما فيهاش نقاش ما فيهاش زار ادي واحد اتنين تعالي على هدف الاهل التاني برضو تقالك انبارح قصت الهدف غير صحيح هدف ايه اللي غير صحيح بص على تفاصيل اللعبة وهتلاقي حارس مارمى البلدية اولا فيه مسك ما بين رامي ربيعة ومدافع فريق البلدية اللي تتم اسكين فيه بعض فاحتكاك عادي داخل منطقة الجزاء ولكن فكرة انه تقالي ان رامي دفع لعب البلدية ده ما حصلش لما تركز في الزاوية تاني وتبص عليها تاني وتالت ورابع هتلاقي حارس مارمى البلدية وهو بيقع بعد ما حاول يطلع الكورة نزل على رجل لعب البلدية فسقط على الارض رامي لزاق حد ولا بالعكس انت لو عايز تتكلم قانون بجد اللعبة دي ضرب الجزاء للأهل لصالح رامي ربيعة ضرب الجزاء للأهل لصالح رامي ربيعة ولكن انبارح برضو اتقال رأي تحكيمي عمل بروباجندا قدامنا هاللعبة على الشاشة بص الحارس نزل ازاي على لعب البلدية واضحة جدا يعني لما تيجي قبل الكورة ما يجيبها مودل سجون وطبعا مراجعتها في الفار والحمد لله ما فاش تسلل وهدف سليم 100% لكن تبص على اللعبة حارس البلدية نزل على سمانة رجل لعب البلدية فوقع اهي بصوا على كده واحد عدوا منبطق بس اللعب بصوا نزل فين بصوا نزل فين نزل على لعب البلدية مفيه الزق فاللعب وقع هو اصلا ماس كرامي وبعدين لو تبص اصلا على كمال لعبت البلدية وبتبص على اللعبة ساعة المباراة وقتها هما بيتكلموا على فاول على محمود بتولي يعني حتى التحليل التحكيمي بيتكلم في حاجة والناس بتكلم في حاجة تاني هدف سليم مية في المية هل الناس ممكن تقول اصلا دي اخطاء زي مباراة السموحة والزمالك لا 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 الاهل المباراة كانت ظلم تحكيمي مش عايز اقول لفظ صعب بس ظلم بين والقرارات التحكمية زي ما قلت لحضراتكم لما بتبقى مع الاهل لا ما بتطلعش بسهولة السفارة بتطلع بالعافية تطلع بالعافية وخدوا بالكو كمان ده الناس لازم تحمد ربنا الاهل كسب ومع ذلك الاهل مستق جدا من الاداية التحكيمي ومستق جدا من سياسة لجنة الحكام ومن ضمن المفاجآت كمان لجنة الحكام كالعادة يعني سعيدة بالاداية التحكيمي انا المرة دي بقى معايا مستند بس ما ينفعش عارضه طبعا بالتأكيد صوت اللجنة والتصويت على الالعاب او الكلام على جروب اللجنة شابوه لطاقم التحكيم ادارة تحكيمية متميزة هنهزر ما احنا لما طلعنا قلنا كده على الاحداث اللي حصلت في مباراة سموحة والزمالك وبريرة شاف رد الفعل قوي على طول غير كلامه ونفع حتى التصرحات اللي نزلت في القاهرة 24 ومحمد الصباح يلعب والبنة لسه ملعبش يبقى الزمالك تظلم ولا الزمالك التحكيم كانوا في صفه في المباراة دي تبقى لقرارات بريرة معنا ان الصباح يلعب يبقى الزمالك ما تظلمش يبقى اللجنة بتاعترف ان طاقم التحكيم ظلم سموحة بدليل ان الصباحي لعب مباراة في الدوري والبنة موقوف منزلش وملعبش الاسبوع ده البنة منزلش ولما الصباح ينزل يبقى اللي احنا قلناها كان صح بس يبدو ان اللجنة الضغط بيجيب نتيجة احنا بنضغط اعلاميا طبقا اللي احنا بنشوف في المباراة لكن هل في ضغط خارجي هل في تدخلات هنا قلت قبل كده فيتر بريرا قبل كده كان عايز اعين قطكم تحكمية في مباراة مهمة وكان بيغير قراره طبقا لتدخلات من مجلس دارة الاتحاد على رأسها مباراة الاهل والزمالك مرة واثنين مرة واثنين ادي بالنسبة ليه الاداء التحكيم بالمناسبة كمان الوقت الضاية اللي اتحسب مبارح طبعا تسع دقائق غرفة الفار هي اللي قالت للحكم تسع دقائق حكم اصلا ما كانش عايز يدد تسع دقائق على فكرة كان عايز يدد حوالي ست دقائق كان عايز يخلص من المباراة حكم صغير عايز يخلص من المباراة ولكن لما تبصي كمان على التسع دقائق ما تلعاش منهم جردئتين تم اضافة الوقت الضايع تاني بس عشان ايه الاهل كسبان تخيل بالا والاهل خسران هل التسع دقائق دول هناخد علوم التسع دقائق تانية الهام الجاي هنشوف بص هلا بص الزاوية دي ايوة بص حارس البداية نازل فين اعتقد الصورة واضحة الصورة واضحة جدا نزل على زميله فين الدفعة مفيش دفعة نزل على مين نزل على زميله اه الزاوية دي على فكرة هو اللي الفار اعتمدها وقال للحاكم مفيش ايفاول بص الحارس نزل فين نزل على رجبة وسمانة لعيب البلدية واصلا كمان المفروض رامي ممسوك يعني انت لو عايز تحسب بقى اللعبة دي ضرب الجزاء للاهل واضحة جدا ولكن في النهاية الحمد لله الاهل كسب عدى من كمين كان صعب جدا 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 الناس تقول لي ده بالتحاد الكرة فين قبل ما نروح ونطمن على استعدادات الاهل الناس تقول لي اتحاد الكرة فين انا هلخصلكم المشهد كله في جملة هو لو الناس في اتحاد الكرة خدت اجازة شهر شهر يا واحد بس المبدأ كده تقفل والناس خدت اجازة شهر هل هتحصل مشكلة؟ هل حد هيحس بحاجة؟ ولا حد هيحس بحاجة ولا هتحصل اي مشكلة ولا هيبقى في اي ازمة خدوا اجازة اشتغلوا اللي تنزي بعض النتيجة واحدة وليه النتيجة واحدة؟ نهاردة مثلا قبل ما ادخل الحلقة ببص كده وبشوف المواقع واللي بيتكتب في السوشيال ميديا اخبار عديدة يعني ليست غير مؤكدة حتى الان والاتحاد كالعادة يعني بيتأخر في اعلام اي شيء يقولك ايه احنا بعثنا للفيفا والفيفا رد علينا في موضوع الشيب والشحات وقال لك شأن داخلي شأن داخلي؟ قال لك اه اصلا قالونا شأن داخلي انا مش بقول لكم الاتحاد لو خد اجازة شهر مش هتفرق وما حدش هيحس بحاجة ولا هيفرق اي حاجة قدي شأن داخلي طب الاتحاد فين قراره؟ مستاني لجنة الانضباط انا لولا بس وقت الحلقة كان عندي كلامها عارضه دلوقتي معايا جالي من قلب اتحاد الكورة ومن الشؤون القرنية في اتحاد الكورة الموضوع اصلا مش محتاج لجنة الانضباط الاتحاد اساسا تبقى للايحة الفيفا هو لليل حق ان ياخد القرار باقاف محمد الشيبي لاعب نادي بيرامدز عن ممارسة اي نشاط رياضي لفترة محددة يعني انها اتحاد الكورة طبقا لمخالفة اللاعب لايحة النظام الاساسي مش محتاج لجنة الانضباط بس الاتحاد مش قادر ياخد قرار هو بلغ القرار او بلغ وصف القضية واحلل الانضباط ودلوقتي راح للفيفا فالفيفا قال له شأن داخلي زي ما قلت لحضراتكم لو اجزوا شهر مش هتفرق في حاجة وجودهم عدم وجودهم انا شايفه مش هيضيف جديد اساسا يعني لا في التحكيم ولا في القرارات ولا في المواقف ولا حتى في موضوع كاس مصر صدروا ازمة بدون لازمة وبيتكلموا على اجندة دولية وجهاز المنتخب عايز يبدأ قبل الاجندة بحوالي ازموه ما عرفش ليه عندك اجندة من 3-6 عايز يبدأ 28-5 ولا هلا عايز يرايح لعبته بعد فاينال افريقيا وعايز تحط ماتش الكاس هلعب بالدوليين قالك لا بدون الدوليين انت بدلوقتي عايز يأجل الكاس تابعنا طلبتك التعجيل ما طلبتش تعجيل المنظومة بايزة بايزة وما فيش فايدة فيها لغاية لما نشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بالمناسبة كمان النهاردة احنا بنتكلم فيه 12-5 قيمة المنتخب اتعلم بعد 14 يوم يوم 26-25 المنتخب الوطني هيعلن القيمة النهائية ليلعب بيها مبارتين سواء مع بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 اكتوبر او مع غينيا الاستوائية يوم 10 في ملعب غينيا الاستوائية ملعب 24 يونيو 6 يونيو سوري 6 يونيو مباراة بوركينا ويوم 10 يونيو مباراة غينيا الاستوائية طيب الهل النهاردة استهنف تدريباته لا مجال ولا وقت للراحة عايزين نتطمن على الفريق البرنامج ازاي الفترة اللي جاية خلاص دلوقت هنبدأ نتكلم على مباراة التراجي نهاية افريقيا ده اهم كتير من كل العك اللي احنا شايفينه في النظام المحلي لذلك نروح بسرعة الى زمينة شريف شعبان المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيرة عشان نطمئن من خلاله على مدى استعدادات الاهلي لمباراة التراجي التونسي مساء الفل يا شريف مساء الخير زميل محمد تحاتي لكم تحاتي لكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان ملو مبروك فوز الاهلي بالامس في مباراة من اروع مباراة النادي الاهلي زي ما قلت لك من منذ ايام اني مستر كرار كم حظر اللعيبة من الحديث عن مباراة التراجي التونسي الان مستر كرار لا حديث سوى عن هذه المباراة عيش المباراة من امبار عيش الاجواء الافريقية مطالبة النادي الاهلي بازن الله بازن الله بازن الله نتيجة طيبة جدا طبعا في رادس والعودة بازن الله عشان نتوج باللقب الغالي لكل جماهير النادي الاهلي لووقت للراحة زي ما قلت زميل محمد امبرح البعثة او النادي امبرح رجع حوالي الساعة واحدة ونص بالليل النهاردة تجمع الساعة اثنين الظهر في النادي الساعة ثلاثة كان فيه جلسة تصوير طبعا طبقا تعلمات الاتحاد الافريقي التمرين الساعة ستة لوقت الراحة 11 يوم اربع مباريات الاهل بياخدهم والحمد لله حق العلامة كاملة في عدد النقاط وبدأ يبتعد او يقترب من المحببة اليه طبعا قمة الدوري في المسابقة وباذن الله بعد الرجوع من افريقيا باذن الله نكمل مؤجلاتنا ونعتلي صدارة الجدول باذن الله زي ما قلتلك التمرين هيبدأ فيه السادسة مساء لعب النادي الاهلي كانوا موجودين النهاردة فيه التتش الساعة اثنين اتداروا اجروا جلسة تصويري ممكن الان في ملعب التتش فيه اجراءات تأهلية لاثنين من اللاعبين كوكا واحمد عبدالقادر الموقف باذن الله كويس خصوصا كوكا فباذن الله عنده فرص كبيرة جدا للحاق مع النادي الاهلي فيه الصفر الى تونس الله هنتظر العودة باذن الله وباذن الله يكون جاهز طبقا للرؤية بتاعتي لسه ما فيش اي تأكدات من الجاهزة طبقه لكن الشواية كلها بتقول زي ما بقولك زميل محمد تمرين النهاردة بكرة اجازة تمرين يوم الثلاث تمرين يوم الثلاث ثم السفر باذن الله الى تونس دعواتنا ودعوات كل الشعب المصري باذن الله نرجع منصورين منتصرين باذن الله باذن الله طيب شريف يعني هل ممكن النهاردة كولر يعمل تأسيمة او يصعد لعيبة من قطاع الناشئين يعمل مباراة كده ترينج على ملعب التيتش ما بين اللعيبة اللي ما شاركتش في مباراة مباراة اكيد محتاج برضه يبص على ياسر يبص على ديانج الشناوي اكيد هل ممكن ده يبقى متاح النهاردة ولا تدريب بسيط وبكرة راحة زي ما قلته بعد كده التدريبات من يوم الثلاث ان شاء الله المعلومة اللي عندي اللي هي تمرينة عادية ولكن هو عنده بعض من لعبي قطاع الناشئين فكل شيء ورد معا لان هو كولر شغال بتعليمات او بسرية كبيرة جدا مع جهازه الفني المساعد المعلومة اللي عن طبعا اللي هي تمرينة عادية هتكون كمان بعد قال من تلت ساعة الاول هبقى فيه محاضرة طبعا مع لعبي النادي الاهلي وثم التمرين المعلومة اللي هي هتكون تمرين الى الان لو فيه اي ترايماتش ولا حاجة هكون طبعا بقولك زميل محمد ولكن المؤكد الى الان هي تمرينة عادية خالص تبقى للبرنامج اللي وضعه مستال كورر طبعا لباقي الايام قبل الصفر الى تونس بإذن الله بإذن الله زميلنا شريف شعبان موفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات وحالة النشوة والتفاول دي الحمد لله يا رب تستمر كده لغاية موعد مباراة الترجي التونسي عندي خبر كمان ولا علاقة بالفيفا قبل اي حاجة بس نقول عايز اشكر كل الناس اللي تفعلت مع اخر حلقة الاسبوع الماضي لما اتكلمنا على امور حصرية وخاصة لبرنامج التريند بشأن تفاصيل مونديال الاندية ده الاسم الجديد بقى يا جماع مونديال الاندية فيفا عشرين خمسة وعشرين موصول جدا بكل رديد الافعال والحمد لله يمكن الخبر عمل ضجة كبيرة جدا حتى انا شفت تنبارح حاجات في الكيبي الفرنسية تنقلت هذا الخبر وتكلمت عليه الازعاعات التونسية الصحف في جنوب افريقيا الكل طبعا مهتم بالتأكيد من خلال الفرق اللي هتشارك في البطولة فالتفاصيل اللي تقالي تنبارح كانت جديدة او تقالي تنزواج كانت جديدة على كل الناس وفي نفس الوقت برضو بعتذر لكل الناس اللي فهمت كلامي بشكل خاطئ او انا حتى شرحت بشكل خاطئ في فكرة مكان اقامة المباريات انا لما اتكلمت على فكرة ان البطولة هتتلاعب في عدة مدن وفي ولايات مختلفة كنت اصد ميامي ولكن مش في غرب الولايات المتحدة الامريكية يمكن الناس افتكرت انا بتكلم على ميامي انها موجودة في الغرب انا اصد ان ميامي وعدد من الولايات في غرب الولايات المتحدة الامريكية انا عارف اكيد وتابعته ورجعت وبعتذر لو الناس فهمت كلامي غلط ميامي انا عارف انها طبعا في ولاية فلوريدا في جنوب شرق امريكا بالاضافة الى عدة ولايات اخرى هتتلاعب فيها المباريات في غرب كمان عايز اضيف حاجة جديدة ويمكن ده برضو خبر خاص وحصري لكل جماهير النادي الاهلي في ورشة عمل هتحصل او هتم في شهر مارس عشرين خمسة وعشرين قبل معاد البطولة بتلت شهور الاهلي مع ريا المدريد ومع كل الفرع الافريقية والاوروبية ومن امريكا الجنوبية اللي حصلت على البطولات القرية وتم تأكيد مشاركتها في منديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية هيكونوا موجودين في ورشة عمل في امريكا في مارس عشرين خمسة وعشرين هتكون اهم ورشة عمل بوجود الاثنين وثلاثين نادي مع الاتحاد الدولي لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالبطولة احنا اتكلمنا على معاد صفر الاهلي امتى قبل موعد اول مباراة بخمس ايام المغادرة لقدر الله بتبقى امتى بالزبط الجوائز المقترحة اللي هيتم اعتمادها قريبا جدا معاد القرعة المقترح كل التفاصيل دي قناها الحلقة اللي فاتت ولكن الجديد النهاردة معنا ان في ورشة عمل هتجمع اكبر واهم اتنين وثلاثين نادي هيشاركوا في البطولة في شهر مارس في الولايات المتحدة الامريكية ان شاء الله احنا بتكلم ربنا يدينا وديكو طلط العمر بعد حوالي مثلا حوالي عشر شهور باذن الله من بدرهو بنحاول لكم كل الجديد اللي هتسمعوه بعد شهور او ممكن حتى بعد ايام او ساعاتها لحسب ما الفيفا يعلن بعد الجمعية العمومية اللي هتتعامل في تايلاند في اسيا خلال الفترة اللي جاي ممناسبة الفيفا كمان يمكن النادي الاهل النهاردة في اطار دعم الكوادر اللي بتعمل داخل النادي الاهلي كابتن امير توفيق المدير التنفيذي لشركة الاهل لكرة القدم ومدير التعاقدات هيشارك في النسخة التالتة من دبلومة فيفا لادارة الاندية التي تبدأ محاضراتها الافتاحية في زيوريخ بسويسرا خلال الاسبوع الاخير من شهر مايو الجاري فيما تختتم فعاليات الدبلومة في اكتوبر عشرين خمسة وعشرين امير توفيق من الكوادر اللي النادي الاهلي باكيد بيعدها منذ فترة وفي اطار تطوير هذه الكوادر او الكوادر الموجودة في النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يكون موجود في الفترة اللي جاي وعلى فكرة الدورة دي لنخبة من المديرين التنفيذيين للاندية على جميع اهل الحال العالم والدبلومة دي تم تتشنها في عام عشرين واحد وعشرين ومستمرة لمدة تمنتاشر شهر وكل فترة بيبقى فيه زيارات لمديري الاندية حسب معلوماتي كمان فيه اندية من افريقيا سواء في سانداونز او الترجح يكونوا موجودين في هذه الدبلومة واعتقد هيكون فيها استفلادة مهمة جدا واضافة مهمة جدا سواء على المستوى الشخصي لامير توفيق او حتى على المستوى العملي لادارات النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاي دي كانت ابرز الموضوعات والكواليس والتفاصيل اللي الوقت كان متاح نتكلم فيها لسه فيه تفاصيل تانية اكيد هنستعرضها في الايام المقبلة ولكن نطلع دلوقتي نشوف اخر اخبار التريند واللي كتب في السوشيال ميديا على النادي الاهلي اهلا بحضركم من جديد والجزء الاخير من برنامج التريند زي ما نشوف من طبعا الشاشة بثوب جديد وشكل مختلف وزي ما قلت حضركم المضمون والمحتوى والصورة نفسها هيبقى دايما فيها الجديد والتطوير من اجل المشاهد الاهلاوي او مشاهد العام البتأكيد اللي حريص دايما على انه يتابع برنامج التريند في الفترة الاخيرة البداية بتريند الاهلي البداية حساب بطولات بيتكلم عن ان فيه مصدر للاهلي او مصدر بالاهلي قال مجلس الادارة سيرسل مذكرة احتجاج للتحاد القرى لعدة اسباب بسبب اخطاء التحكيم ضد الفريق في بطولة الدولة تأخير اصدار القرار في ملف لجوء محمد الشيبي للمحاكم المدنية اقامة مباراة الالمونيوم في دور الـ 32 بكأس مصر دون اللاعبين الدوليين اذا في عدة ملفات الاهلي هيكلم فيها من خلال مذكرة يعني ممكن تكون بتكتب دلوقتي وبترسل الاتحاد القرى او بقرة بحد اقصى انا اعرف اللي يحصل فيه الساعات اللي جاه طيب حساب يلا كورة بيقولوا بعد رفض الاهلي مصدر ليلا كورة اتحاد القرى يدرس تأجيل بعد مباراة كأس مصر القرار الاقرب داخل الجبلية تأجيل مباراة الاهلي والزمالك وبيرامدز الله يما تسيب الخير للإسماعيلي زمان كان يتقالي الاهلي والزمالك والإسماعيلي ماشي لكن هذه المباراة في دولار الاتنين وثلاثين من كاس مصر اللي التحاد بيفقر يأجلها لتواجد لعبين دوليين في الأندية الثلاثة يمثلون منتخب مصر وسينضمون خلال المغاسقر المقبل في يونيو وطبعا الكابتل حسام عايز يبدأ من تمانية عشرين خمسة فاللعابة مش هتلعب مع الاهلي طب هل الاهلي طلب التأجيل؟ لا هو الاتحاد اللي صنع الأزمة وبيحاول يحلها ما عرفش والله أنا مش عارف الوضع إيه في قصة التأجيلات واللي بيحصل فيه إدارة المنظومة بشكل عام سبورة 360 مصراب يتكلموا على عمر كمال عبدالواحد الرجل والمباراة في مطش الاتحاد ومان أفزمتش أيضا في مطش بلدية المحلة الجوكر وعمر كمال يعيش أفضل أيامه مع المارد الأحمر لعب مهم جدا وإن شاء الله بإذن الله يكون إضافة كمال على المستوى الإفريقي بعد ما نخلص دور الأبطال هذا الموسم مع الترجي التونسي طيب حساب سوفا سكور بيتكلم على عمر كمال ظاهير الآلف 13 ديئة بس ضد البلدية أحرز هدف عمل أسست فرصة خطيرة ربح الالتحام من 3 لعبات التقييم هو 9 من 10 والأعلى في اللقاء رغم أنه نعيب بس 13 ديئة حساب بطولات بيقولوا الأكثر انتقادا في الصفوف الأهلي ولكن لا يسجل إلا الأهداف المؤثرة مودست عندما تهجمه يمنحك بطولة أو ثلاث نقاط غالية البطولة جابها لما الأهلي كان بيلعب في يوت شر في نهاية كاس السوبر في الإمارات وقتها حتى ترفع ترعي نهاية تسلل والفر وقتها كان محمود عشور راجع اللعب وقال لك لا هدف سليم فالمرة دي كانت بطولة والنهار ده ثلاث نقاط غالية في مرمى البلدية فرغم أنه أكثر انتقادا ولكن في بعض الأحيان بتبقى أهدافه مؤثرة حساب المصر الرياضي قرار صارم من مرسل كولر قبل مباراة الأهلي والتراجي التونسي إيه هو القرار الصارم؟ تعليمات بفرض حظر إعلامي على لاعب الفريق والجهاز الفني وأنا أعيز لكم الحظر الإعلامي موجود من قبل الأربع مباراة في الدورة من بعد مباراة مازينبي ألكلغولي نروح إليه حساب كورابلس اختبار طبي لكوكا قبل موجد التراجي في زهاب نهائي دوري أبطال إفريقي أحمد نبيل كوكا هيخضع لاختبار طب النهاردة فكرة اللحق بلقاء الزهاب يعني هي متاحة ولكن مش مؤكدة بنسبة 100% مين اللي ممكن يلحق مطش الزهاب؟ أحمد عبدالقادر ودي مفاجأة أحمد عبدالقادر ممكن يلحق الزهاب ولكن أسبوع هنشوف فيه حالة اللعب لو ملحقش موجود في العودة بإذن الله إن شاء الله وكمان النهاردة هيبقى فيه فحص طبي لمروان عاطية هنطمئن برضو عليه النهاردة بعد الفحص الطبي نروح بقى للمشاركات والسؤال اللي طرحناه على موضوع التحكيم والمشاكل التحكمالي بنشوفها على مدار الموسم رأيي الناس إيه؟ أستاذ جمال بيقول أداء ضعيف جداً وأخطاء متكررة دايماً نشوف رأيي تاني أبو تميم بيقول الحكام عندنا كأنهم بيحكموا في الشارع معايير مختلفة لنفس الألعاب وتصميم البعض على تبرير الأخطاء كوميدي جداً كل حكم بيحسب على مزاجه مش حسب معايير معينة حتى الآن الحكم الأقل ارتكابة للأخطاء ومحمد معروف والباقي على الله حكايتهم للأسف المعايير مختلفة حتى في التحليل التحكيمي وده اللي بيبرر اللي يا جماعة احنا شايفين فيه أخطاء كتيرة عصام بيقول مشاكل طريق مجدي مازالت مستمرة برعاية لجنة التحكيم والتحاد الكورة أما حكم المباراة مباشر نوعاً ما نزل لخبراته إن كان يؤخذ عليه قرب من كرة أكرم توفيق ولم ياخذ قرار عقابي حامل للراية اللي احتسب تسلل القهربة في الهدف الملغي له كامل الإشهادة قراراته سليمة بنسبة كبيرة وحكم مباشر كنت عايز أستعرض أكبر من كده كمان ولكن وقت الحلقة جير بسرعة أنا عايز أقول لكم كمان من الحاجات التي شفتها في التحكيم مبارح كرة اللي اتحسب التسلل على القهربة المساعد ما رفعش والحكم إدى لمسة يد والفار إدى تسلل وبعد ما رجعوا حسبوا تسلل المفروض الحكم بيعمل إشارة بتاعة التليفزيون ما عملهاش عشان الحكم مش مركز واللجنة بتقول مش عشر لعشرة دي تقم التحكيم يبقى بالتالي مفيش فايدة في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حصن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله عندنا كل الجديد والكوانيس والتفاصيل من خلال برنامج التريند شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة